اشتركوا في القناة حس researcher الماضي في موضوع التحليل العوامل اليوم إن شاء الله الجزء الثاني نشوف فيه العبارة التكعيبية وفوق التكعيبية في الحلقة الماضية شفنا الخطية وشفنا التربيعية بكافة أشكالها اليوم رح يكون عنا العبارة التكعيبية وفوق التكعيبية وموضوع صغير اسمه مفكوك العبارات بإذن اللهín تعالى هاي موضوع حلقتنا لليوم خلينا نشوف العبارة التكعيبية كيف طريقنا لنشترح عليها حكينا صورتها العامة حفظ Fx تساوي Ax تكعيب زائد Bx تربيع زائد Cx زائد D ويجب أن يكون أكبر أصلة X فيها كام؟ ثلاث أكبر أصلة X فيها كام؟ ثلاث أيضا تحلل بالاعتماد على محتواها حسب محتواها منحللها وبرضه موجودة عندك في الجدول لا ننسى الجدول لتطلق فيه شرح تفصيلي لكل الخطوات اللي أنا بطبقها وبنفذها هون الآن أول إشي في محتواها إنه يكون ما فيها لا X تربيع ولا X أول إشي إنه يكون فيها X تكعيب وحد ثابت X تكعيب وحد ثابت هاي أول حالة الحالة الثانية إنه ما يكون فيها حد ثابت فيش حد ثابت؟ هاي بتتحلل بالعامل المشترك الحالة الثالثة بد يكون فيها X تكعيب وحد ثابت ومعه إما X أو X تربيع أو الثنتين هدول هاي منحللها بيشي اسمه الأصفار النسبية المحتمل خلينا نبدأ واحدة واحدة ونبدأ على خيره هدات بال من الحالة الأولى اللي منسميها عادة اللي هي الفرق أو مجموع مكعبين فرق أو مجموع مكعبين مشهورة بين الطلاب بمسمى قوس صغير وقوس كبير قوس صغير وقوس كبير لما تجيني مسألة زي هاي أنا عشان أجي أتعامل معها دائما وأبدا بدي أفتح قوس صغير وقوس كبير إذا في X تكعيب وعدد قوس صغير وقوس كبير هسا باهتم في الإشارات أول هاي دائما وأبدا نفس الأصلي نفس الأصلي حاب تكتب هاي الملاحظات تكتبها لشارة نفس الأصلي هون عكس الأصلي وهون دائما موجب دائما شو رح تكون موجب هسا القوس الصغير بيجي من الأصلي القوس الصغير بيجي من الأصلي هذا جذر تكعيبي تكعيبي للحد الأول فالجذر التكعيبي للX تكعيب هي X هون جذر تكعيبي للحد الثاني الجذر التكعيبي للحد الثاني هذا بدنا نسميه الأول وهذا بدنا نسميه الثاني هسا بعد ما أنا خدت الجذر التكعيبي لأول إشي وللحد الثاني هذا خلينا نسميه واحد وهذا نسميه اثنين هون الأول تربيع هون الأول ضرب الثاني لاحظ يعني القوس الكبير بيجي من الصغير وهون الثاني تربيع الثاني تربيع إذن دائما القوس الصغير بيجي من الأصلي الكبير بيجي من الصغير كيف؟ تعال نشوف حاب تكتب هاي الملاحظات؟ تسهيل عليك؟ لا بأس حل للعبارات الآتية بدي تحليل طالما شفت X تكعيب وعدد بدك تروح تفتح قوسين هاي فتحت إيش؟ قوسين الآن بعد ما أنا فتحت قوسين قوس صغير وقوس كبير الصغير دائما من الأصلي فالإشارة نفس الأصلي الإشارة نفس الأصلي الجذر التكعيب للX تكعيب X الجذر التكعيب للثمانية إثنين الجذر التكعيب للثمانية كم إثنين ها سنجي نكمل هون الأول تربيع الأول تربيع هاي عكس الإشارة كانت سالب شو بدأ تصير؟ موجب الأول في الثاني من غير الإشارات دائما زائد الحد الثاني تربيع أثنين تربيع كام؟ أربعة هاي بهذا الشكل أنا حللتها وتعاملت معها دائما وأبدا بيطلع عندك خطية وتربيعية هس التربيعية هاي ما بتتحلل بالحال الأولى بالفرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين لا تحلل ما في عددين ضربهم أربعة جمحهم اثنين ولو تحسب المميز أستاذي شو المميز؟ رح نحكي عنه لاحقا في حل المعادلة المميز هو اللي بوصف لك إنه هاي العبارة بتتحلل ولا لا فدائما لما نحكي قوس صغير وقوس كبير فرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين هذه دائما لا تحلل ونخليها كما هي الآن كمان واحد طالما عدده X تكعيب بفتح قوس صغير وقوس كبير حاب تتعامل مع الإشارات كلها مرة واحدة بسير نفس الأصلي عكس الأصلي دائما موجب الجذر التكعيب إلى 27 ثلاث الجذر التكعيب إلى 64 أربعة الجذر التكعيب إلى X تكعيب X الأول تربيع الأول في الثاني لأنه حددنا الإشارات من مسبق الثاني تربيع الأول في الثاني 3 في 4 X 12 X الثاني تربيع 4 تربيع 16 X تربيع وهاي دائما لا تحلل العبارة التربيعية الناتجة من فرق أو مجموع مكعبين دائما لا تحلل لو بتتحلل لازم نحللها طيب نشوف هاي بالله وقف الفيديو وجرب تحلل لي الثنتين هدول وقف الفيديو وجرب تحلل لي الثنتين هدول يا رب تكون وقفت الفيديو وجربت تحلل الثنتين هدول ويكونوا زبطوا معك هاي عدد و X تكعيب هاي الآن نفس نفس الأصلي عكس الأصلي دائما موجب الجذر التكعيب للثمانية 2 الجذر التكعيب للX تكعيب X الجذر التكعيب لل1 1 الأول تربيع 2 تربيع 4 X تربيع الأول في الثاني هاي 2 X الثاني تربيع 1 تربيع 1 هاي هاي لو تيجي بدك تسويها وجربت المفروض أنك جربت تعملها ما لقيت لا جذر تكعيب للثلاث ولا للأربع وعشرين فبسأل حالي هل في عامل مشترك أو الله بين الثلاث والأربع وعشرين في ثلاث عامل مشترك طلحها هاي ثلاثة X تكعيب تقسيم ثلاث X تكعيب زاد أربع وعشرين تقسيم ثلاث ثماني وتساوي الثلاثة بتنزل وهاي بفتح لها قوس صغير وقوس كبير نفس الأصلي عكس الأصلي دائما موجب الجذر التكعيب للX تكعيب X الجذر التكعيب للثمانية اثنين الأول تربيع الأول في الثاني الثاني تربيع اثنين تربيع كم أربع بهذا الشكل احنا عملنا محهم وطلعناهم شوف محلاها ومسهلها هاي العبارة التربيعية الناتجة من تحليل الفرق بين مكعبين أو مجمع مكعبين دائما وأبدا لا تحلل دائما وأبدا لا تحلل فيه ناس لما قبل ما توصل بشوي بتشطب ما بتيأس بتكون على وشك إنها توصل وبتروع عليها طيب الحال الثاني التحليل بالعامل المشترك إذا كان فيش حد ثابت واخدناها في التربيعية بطلع اكس صاحبة أصغر أس عامل مشترك وعدد إن أمكن وعدد إن أمكن كيف يعني تعالي شوف هون عشان نجي نشتغل عليها في حد ثابت يعني عدد ما معا اكس هدول فيهم حد ثابت لا خلص عامل مشترك شو أصغر أس اكس تربيع ولا اكس تكعيب لا والله اكس تربيع بين الاثنين والثمانية شو العامل المشترك اثنين بين الاثنين والثمانية شو العامل المشترك اثنين وبفتح قوس الآن بدي أجي أقسم اثنين اكس تكعيب تقسيم اثنين اكس تربيع اثنين على اثنين واحد إن كتبتم وإنما كتبتم مش رح يفرق اكس تكعيب على اكس تربيع اكس ناقص ثمانية اكس تربيع تقسيم اثنين اكس تربيع أربعة ثمانية على اثنين أربعة والإكس تربيع مع الإكس تربيع واحد أو بتروح لو حكيت واحد فأربعة في واحد هي أربعة بس على الحالي في تحليل كمان لا والله ما في خلص يخلف عليك هيك يخلف عليك جثر الله خيرك ما قصرت طيب وقف الفيديو وجرب تحليلي الثنتين هدول وقف الفيديو وجرب تحليلي الثنتين هدول كثير بسيطات وكثير سهلات يرب تكون وقفت الفيديو وضبطه معاك بكل أريحية تعال يا عمي عشان يجي نشتغل عليهم فيش حد ثابت إكس أصغر عس بس بين الاثنين والثمانية في الاثنين بفتح قوس اثنين إكس تكعيب تقسيم اثنين إكس هي إكس تربيع لأنه الاثنين مع الاثنين بتروح ناقص ثمانية إكس تقسيم اثنين إكس أربعة ثمانية إكس تقسيم اثنين إكس كم أربعة وتسعو هسا في تحليل كمان أو والله في تحليل كمان دير بالك قبل شوي ما كان في مجموع مكعبين فرق بين مكعبين دايما العبارة الناتجة لا تحلل العبارة التربيعي الناتجة ما بتتحلل لكن هون في تحليل كمان لازم تحلل هاي اثنين إكس بفتح قوسين هاي بتتحلل فرق بين مربعين إكس تربيع إكس في إكس ناقص زائد جذر الأربعة اثنين اثنين جذر الأربعة اثنين اثنين بهذا الشكل احنا حللناها وطلعنا مين الجواب هاي لاحظ إنه فيش حد ثابت بس في إكس وإكس تربيع وإكس تكعيب أصغر قوس الإكس عدد للأسف ما فيه هسا إكس تكعيب تقسيم الإكس إكس تربيع ناقص خمسة إكس تربيع تقسيم الإكس خمسة إكس زائد ستة إكس تقسيم الإكس ستة هاي وتساب الآن بعد ما أنا خلص كتبتها بهذا الشكل تعال هاي بتنزل بس فيه تحليل كمان هاي بتتحلل كمان بفتح قوسين تحليل عبارة تربيعية ثلاثية الحدود إكس تربيع إكس في إكس سالب بينزل سالب في موجب سالب عددين ضربهم ستة جمحهم خمسة اثنين وثلاث عددين ضربهم ستة جمحهم خمسة اثنين وثلاث في مشكلة فيها أي سؤال إخواني أي سؤال هاي كانت الحالة الثانية الحالة الأولى إكس تكعيب وعدد فرق أو مجموع مكعبين وهاي اللي كانت قوس صغير وقوس كبير اللي بعدها فيش فيها حد ثابت منطلع إكس صاحبة أصغر أس عامل مشترك وعدد إن أمكن الحالة الثالثة فيها إكس تكعيب وفيها حد ثابت بس محها إكس تربيع أو إكس أو الثنتين إكس تربيع أو إكس وهي تحلل بالأصفار النسبية إيش المحتملة تحلل بالأصفار النسبية مين المحتملة هاي خطواتها تعال نشوف كيف بدنا نتعامل معها بدنا حل واحدة من هالمسائل وتحل إنت إيش الأخرى تحل إنت الأخرى بحكي لك حلل العبارات مين الآتي إكس تكعيب ناقص إكس تربيع ناقص أربع إكس زائد مين أربع كيف بدي أجي أحللها هاي هلا في بعض المسائل في لها تحليلات خاصة لتجميع وأخذ عامل مشترك أنا هم مش بيصددها الآن مش بيصددها أنا بيحل الحل العامل بيحلل لأي مسألة هلا هاي في لها أكثر من طريقة للحل لكن هاي ما لهاش غير طريقة واحدة ماش الحال هاي ما لها إلا طريقة واحدة على سبيل المثال هاي نفس الإشي فبدك تدير بالك كيف دك تعامل إيش معها طيب عشان نيجي نشتغل على هاي كيف بدي أجي أشتغل عليها وشو طريقة الأصفار النسبية المحتملة وكيف بدي نتعامل معها أستاذي الأصفار النسبية المحتملة عشان تيجي توجدها بدك تأخذ الحد الثابت وتأخذ العامل الرئيسي أنا العامل الرئيسي هون عندي شو هو واحد الحد الثابت هو أربع والعامل الرئيسي واحد برجع بحكي هذا اسمه الحد الثابت هذا هون العامل الرئيسي الآن بتطلع عواملهم شو يعني عواملهم يعني شو الأعداد اللي بتضربها بتعطيك أربع هي واحد في أربع واثنين في اثنين وما في داعي تكرر نفسهم في الموجب والسالب نفسهم في الموجب والسالب طيب الواحد شو العوامله الواحد فيش غيره نفسه في الموجب والسالب هس عشان تطلع الأصفار النسبية بدك تقسم العامل عوامل الحد الثابت على عوامل العامل الرئيسي يعني بدي أقسم هدول على هدول هس هون لأنه ما في غير واحد لما تيجي تقسمهم كلهم على الواحد فالأصفار النسبية عندي هي أنا كلهم بدي أقسمهم الأصفار النسبية المحتملة هي هاي واحد تقسيم واحد واحد أربع تقسيم واحد رح تضل نفسها اثنين تقسيم واحد بس أحيانا بيكون فيه كمان عدد مثلا مثلا يكون فيه اثنين مثلا مثلا فرح تقسم على الواحد رح يضلوا نفسهم وترد تقسمهم على الاثنين فبتطلع نص موجب سالب نص موجب سالب اثنين موجب سالب ايش واحد فممكن أن يكون فيه عدد ثاني زي الأسئلة اللي بعد رح نشوفها كمان شوي طي أنا هون ما عندي غير الواحد فهي الأصفار النسبية المحتملة شو يعني يعني فيه عدد على الأقل من ضمن هدول لما تعوضوا في هذا الاقتران رح يكون الناتج صفر شو رح يكون الناتج صفر على الأقل فيه عدد فبدأت تبدأ تعوض عدد عدد لحتى يطلع الجواب كم صفر وما تبدأ من الأعداد الكبيرة بتبدأ من الأعداد الصغيرة تعال نشوف بدي أبدأ والله من السالب واحد باجه عوض السالب واحد هون هاي سالب واحد تكعيب ناقص السالب واحد تربيع ناقص أربعة في السالب واحد زائد أربعة هل بيساوي الجواب صفر؟ هاي سالب واحد ناقص واحد زائد أربعة زائد أربعة هل طلع الجواب صفر؟ لا والله ما بيساوي صفر بيطلع ستة إذا مش السالب واحد انساك منه تعال نشوف ناخد الواحد واحد تكعيب أنا سبدي أخد الواحد طلع واحد تكعيب واحد هور أخدت السالب واحد بس هذا طلع مرفوض ناقص واحد تربيع ناقص أربعة في واحد زائد أربعة آه والله الجواب شو طلع؟ صفر أخدت السالب واحد ما زبطت انساها أخدت الواحد أعطاني الجواب كام؟ واحد ناقص واحد صفر سالب أربعة زائد أربعة صفر آه خلاص بتوقف فيش داعي تكمل هسه ممكن يكون فيه كمان أنا بتوقف مين العدد اللي أخدته؟ اكس تساوي واحد أول قوس في التحليل أنا بدي حلل هاي رح أفتح هاي أول قوس وهاي الثاني قوس أول قوس في التحليل هو اكس ناقص العدد اللي عوضت أنا مين عوضت؟ الواحد هاي الخطوات اللي أنا كاتب لك يا هون إنه أول قوس في التحليل اكس ناقص الصفر مين النسبي فهذا أول قوس أنا أخدته في التحليل هو عبارة عن اكس ناقص الصفر النسبي طيب القوس الثاني هاد ايش أحط فيه؟ ناتج القسمة ناتج ايش؟ القسمة بدك تقسم مين على مين يا أستاذي؟ طلع مين بدأ؟ بدنا نقسم على مين؟ أنا بدي أقسم السؤال الأصلي اكس تكعيب ناقص اكس تربيع ناقص أربع اكس زائد أربع بدي أقسمها على القوس هاد بدي أقسمها على القوس هاد على اكس ناقص واحد واخدنا في الحلقة الثاني كيف نجرى عملية القسمة الطويلة وإذا أنت كنت غارش عنها بدك تنتبه أحيانا معلومات كل مادة رضيات تراكمية مبنية على بعض لا تغفل ولا شيء اكس تكعيب على اكس اكس تربيع برجع بضروب اكس تربيع في الاكس اكس تكعيب اكس تربيع في السالب واحد سالب اكس تربيع اعكس الإشارات هاي بدي اعكس الإشارات وأجمع هاي محايدة تروح هاي محايدة تروح رح يضل عندي سالب أربع اكس زائد أربع سالب أربع اكس تقسيم الاكس سالب أربع ارجع وضروب سالب أربع أكس زائد أربع اعكس الإشارات واجمع لاحظ طلع الباقي صفر وإذا القسمة قاعد بتعملها عشان تحليل لازم يكون الباقي صفر وإذا ما طلع معك صفر أنت غلطان إذا أنا قاعد بسوي القسمة عشان تحليل لازم يكون الباقي صفر إما إذا المسألة أصلا قسمة قد يكون في باقي بس أنا هاي القسمة سويتها عشان التحليل لازم يكون الباقي صفر فبتحط هون ناتج القسمة هي إكس تربيع ناقص أربع هسا في تحليل كمان بحلل هي إكس ناقص واحد هي بتتحلل فرق بين مربعين إكس في إكس ناقص زائد جذر الأربع اثنين اثنين بهذا الشكل حللت هاي المسألة بهذا الشكل أنا حللت هاي المسألة اللي بدأ نبهك علي أنا طلع معاي الصفر النسبي هون كم واحد زميلك ممكن يطلع معاي الصفر النسبي اثنين عادي ما تستغرب يعني الجواب بينك وبين زميلك بينك وبيني بجزء يختلف بالتالي القوس الأول رح يختلف ناتج القسمة رح يختلف بس آخر تحليل كلياتنا أنا وإنت ومين مكان وواحد في الصين عيونه زي هيك لازم يطلع معانا الجواب النهائي نفسه نفسه بس ممكن الأقواص مبدلوا عملية الضرب عملية ايه؟ تبديلية إذن قد يختلف الصفر النسبي بينك وبين زميلك بالتالي القوس الأول رح يختلف ناتج القسمة رح يختلف بس الجواب النهائي رح يكون نفسه طيب نشوف كمان مسألة قبل ما أنت تحل مسألة تعالي عم عشان نيجي نشتغل عليها نشوف كمان مسألة كيف بدنا نيجي إيش نشتغل عليها طيب الآن عشان نيجي نشتغل عليها هاي الأصفار النسبية بدي عوامل الحد الثابت هاي ثلاث والعامل الرئيسي هاي اثنين الثلاث هي واحد في ثلاث ونفسهم في الموجب والسالب بجي بقول لي أخذ السالب أو لا ما أنت هيك هيك عم تأخذ موجب وسالب العامل الرئيسي واحد واثنين نفسهم في الموجب والسالب هسا الأصفار النسبية المحتملة شو هي هدول بدك تقسمهم على الواحد فرح يضلوا زي ما هم هسا هدول بدك تقسمهم على الاثنين فهي موجب وسالب واحد على اثنين وموجب وسالب ثلاثة على اثنين إذن مرة قسمت هدول على الواحد رح يضلوا زي ما هم هدول دك تقسمهم على الاثنين هاي الأصفار النسبية المحتملة بدك تبدأ تجرب عدد عدد لحد ما يطلع الجواب كام صفر منهم في واحد منهم رح يعطيني صفر على الأكيد لما تيجي تعوض السالب واحد سالب واحد تكعيف في اثنين سالب اثنين ستة في سالب واحد سالب ستة سالب واحد تربيع في سالب سالب واحد ناقص ثلاث بيطلع صفر؟ لا معناته السالب واحد ما زبطتش نشوف الواحد اثنين في واحد زائد ستة في واحد ناقص واحد ناقص ثلاث هل بيطلع الجواب صفر؟ لا شوف لا هي أعطتني صفر ولا هي أعطتني صفر بلاش نشوف الثلاث أو السالب ثلاث سالب ثلاث تكعيب سالب سبعة وعشرين في 2 سالب 54 سالب 6 في 3 سالب 18 ناقص 9 ناقص 3 ولا يمكن يطلع 0 لو تيجي تشوف الثلاث هاي رح تطلع معاك 54 زائد 18 ناقص 9 ناقص 3 ولا يمكن يطلع برضو ايش شوف ولا عدد صحيح من هدول اعطاني صفر تبدأ تجرب وين في الكسور بدي أبدأ أجرب في الكسور الآن بدنا نروح نأخذ النص خد لي مين النص تعالي عمي نشوف النص عشان نيجي نشتغل عليها النص 2 في نص تكعيب نص تكعيب ثمن هاي 2 في ثمن زائد 6 في نص ناقص نص تربيع ربع ناقص ثلاثة بدنا نبسطها إجباري هاي محاي رح تصفي أربعة هاي محاي رح تصفي ثلاثة هالس موجب ربع وسالب ربع بتروح الثلاثة مع السالب ثلاثة بتروح صفر إذن الأكس تساوي نص هو الصفر النسبي أنا خدت النص لما عوضت النص أعطاني صفر إذن أول قوس في التحليل بالله انتبه معاي أول قوس في التحليل اكس ناقص الصفر النسبي بس لما يكون كسر ممنوع يضل زي هيك لما يكون كسر ممنوع يضل زي هيك ولا طلع شو طالما ما بتقسمتك تنفحها هون هاي اثنين اكس ناقص واحد في ناتج مين القسمة إذا لما يكون اكس ناقص صفر النسبي حيانا يحتاج تعديل إذا كان كسر تنفحها بتحطها معامل لمين للأكس تنفحها بتحطها معامل للأكس هالس لك تجري عملية القسمة رتبها اثنين اكس تكعيب ناقص اكس تربيع زائد ستة اكس ناقص ثلاث علي اجد اقسم على اثنين اكس ناقص واحد اثنين اكس تكعيب تقسيم اثنين اكس اكس تربيع ارجع اضرب اثنين اكس تكعيب ناقص اكس تربيع اعكس الاشارات واجمع هاي وهاي مع بعض بتروح ستة اكس ناقص ثلاث ستة اكس تقسيم اثنين اكس موجب ثلاث ارجع اضرب ستة اكس ناقص ثلاث اعكس الاشارات واجمع حكتلك طالما القسمة عشان تحليل لازم الباقي صفر لازم ناتج القسمة هو اكس تربيع زائد ثلاث ولا يوجد تحليل كمان ليه مجموعة مربعين تتحلل أبدا مجموعة مربعين هذه لا تحلل لا تحلل فعشان هيك بدك تنتبه انا هاي ما رح استفيد ايش منها انا هاي ما رح استفيد منها طيب اللي بدي يا الان اللي بدي يا الان منك طيب اللي بدي يا بعد اذنك اتجرب تحلل لي هاي انا غطيت هون فيه الجواب النهائي موجود بدي تجرب تحلل لي هاي بالاصفار النسبية المحتملة ونشوف تطلع معاك الجواب ولا لا يا رب تكون حليتها وزبطت معاك خلينا نشوف كيف نتعامل معها عامل رئيسي واحد فيش داعي ناخده الحد الثابت اللي هو ستة فبدي عوامله فهي واحد في ستة واثنين في ثلاث ونفسهم في الموجب والسالب نفسهم بده تبدأ تعوض عدد عدد لحد ما يكون الجواب ايش صفر خليني ابدأ في الواحد واحد تكعيب واحد ناقص سبعة في واحد ناقص ستة هل بيعطيك صفر؟ لا والله ما بيعطيني صفر انسى الموضوع سالب واحد تكعيب سالب واحد سالب سبعة في سالب واحد موجب سبعة ناقص ستة اه طلعت صفر انا اخدت السالب واحد معنات القوس الاول في التحليل اكس ناقص الصفر النسبي فهي ناقص الناقص واحد وناقص الناقص واحد يعني بتصير زائد في ناتج مين القسمة هسه ناتج القسمة بدنا نروح نطلع ناتج القسمة بدنا نقسم على اكس زائد واحد والعبارة او المخسوم هو اكس كعيب ناقص سبعة اكس ناقص ستة فاكس تكعيب على اكس اكس تربيع ارجع اضرب اكس تكعيب زائد اكس تربيع اعكس الاشارة واجمع سالب اكس تربيع ناقص سبعة اكس ناقص ستة سالب اكس تربيع على الاكس سالب اكس ارجع اضرب سالب اكس تربيع سالب اكس اعكس الاشارة اجمع فهاي سالب 6x ناقص 6 سالب 6x تقسيم الـ x سالب 6 ارجع وضرب سالب 6x ناقص 6 بعكس الإشارة وبجمع لازم يطلع الباقي صفر القسمة عشان مين عشان تحليل إذن الناتج هي x تربيع ناقص x ناقص 6 في تحليل كمان بحلل هي x زائد 1 هاي بتتحلل كمان x في x ناقص زائد عددين ضربهم 6 طرحهم كم 1 فهي 3 و 2 هاي كان حل المسألة اللي أظن إنها مش محلولة عندك بدوز مكتوب جوابها النهائي بدك تأخذ تكتب تفاصيل حلها إذا ما زبطت معاك مش غلط طيب نيجي نشوف عبارات فوق التكعيبية إخواني العبارات فوق التكعيبية هي إما أصفار نسبية إذا في الحل العاملة إلها إما أصفار نسبية إذا في حد ثابت الشكل العام أنا بحكي أو فيش حد ثابت عامل مشترك كيف يعني؟ يعني أول مسألتين اتطلع فيش حد ثابت ما في محهم عدد محوش x فبالتالي أنا بسحب x عامل مشترك بس أي x x تربيع ولا x وس أربعة لا والله x تربيع بين الثلاث والاثناش في ثلاث وبفتح قوس باجي بحكي ثلاثة x وس أربعة تقسيم ثلاثة x سربيع x سربيع لأن الثلاث مع الثلاث بدها تروح وx وس أربعة تقسيم x سربيع x سربيع اتناعش x سربيع تقسيم ثلاثة x سربيع أربعة اتناعش على ثلاثة أربعة والx سربيع مع الثلاثة x سربيع بتروح في تحليل كمان بحلل هاي بدنا نحللها x سربيع هي x في x ناقز زائد جذر الأربعة اثنين اثنين بهذا الشكل أنا حللتها وطلعت الجواب ومشاء الله عنها هايها بسيطة وسهلة وجميلة طيب الآن نشوف هاي عشان نيجي نتعامل معها x وس أربعة ناقص ثمانية x نفس الاشي الاكس عامل مشترك x وس أربعة ولا اكس لا والله الاكس أصغر عص بفتح قوس x وس أربعة تقسيم الاكس اكس تكعيب ناقص ثمانية اكس تقسيم الاكس ثمانية لكن في تحليل كمان بدك تحلل هاي تتحلل فرق بين مكعبين قوس صغير قوس كبير نفس عكس دائما موجب x تكعيب خد لي واحدة الجذر التكعيب الى الثمانية اثنين الاول تربيع الاول في الثاني من غير الإشارات الثاني تربيع اثنين تربيع كم؟ أربعة بس حكينا القوس الكبير الناتج من فرق او مجموع مكعبين لا يحلل هسا إذا في حد ثابت بإمكانك دائما الحل العام أصفار نسبي لكن احنا بهمنا الآن الحالات الخاصة أحيانا تجيك عبارات فوق التكعيبية زي هاي رابعة عبارة من رابعة من الدرجة الرابعة الآن بس تتحلل زي هذه العبارة التربيعية هاي عبارات حالات خاصة نسميها تقول إلى عبارة تربيعية زي هاي أنا متعود يجيني اكس تربيع ناقص 16 أعمالها فرق بمربعين طب وفرضة جاني اكس أس أربعة آه ممكن تزبط فرق بمربعين كيف ما هو أنت ال اكس أس أربعة عبارة عن اكس تربيع في اكس تربيع هاي فصارت زي هاي الفرق بمربعين أو هي فرق بمربعين ناقص زايد جذر الستاش أربعة أربعة في تحليل كمان بحلل هاي بتتحلل اكس في اكس ناقص زايد جذر الأربعة اثنين اثنين بس هاي مجموعة مربعين ما بتتحلل أتركها هاي هاي ما بتتحلل بتركها بهذا الشكل أنا حللتها مجموعة مربعين هديك ما بتتحلل تركتها بس هاي تحللت لكن مثلا مثلا هاي حالة خاصة طب إذا أجاني اكس أوس مثلا خمسة ناقص اثنين وثلاثين مثلا هاي للأسف هاي ما بتتحلل زي هيك هاي بدها إيش إما تحليل نوني إشي ثاني ملكاش علاقة فيه بمش رح يلزمنا في مادتنا أو ممكن نشتغل عليها أصفار نسبية أو أصفار نسبية لكن هاي حالة خاصة نفس الإشي هاي حالة خاصة عبارة تربعية تقولي لها عبارة تربعية ثلاثي مين الحدود ليش ثلاثي حدود حد ثلاثي ثلاث طب شو شروطها إن يكون أس اللي هون ضعف اللي هون أربعة اثنين ستة ثلاث ثمانية أربعة المهم إنه الأس الضعف فبالتالي هاي بقدر أحللها زيها زي ثلاثي الحدود اكسوس أربعة بتصير اكس تربيع اكس تربيع سالب بينزل سالب في سالب موجب عددين ضربهم سبعة وعشرين طرحهم ستة تسعة في ثلاث هاي العدد الأكبر عن شرط الوسط بس هاي بتتحلل كمان حللها فرق بين مربعين اكس في اكس ناقز زائد جذر التسعة ثلاثي ثلاثي هاي بتنزل ما لقى علاقة فيها هاي مجموعة مربعين ما بتتحلل هذا كل شيء ممكن لزمنا للتحليل خلال السنة هاي يارب تكون فيه كل الفائدة ضل علينا شغلة صغيرة هيك اللي هي مفكوك لعبارات وكيف نتعامل معا انه اذا جاني مربع كامل او مكعب كامل زي اخواني هاي ا زائد ب او ناقص بغض النظر لكل تربيع هسا هاي بامكاني والله انا احطها ا زائد ب مضروبة في ا زائد ب واجري عملية الضرب عشان اوجد الناتج او اذا هي ناقص ناقص اضربها في نفسها مرتين طيب افرض كانت تكعيب اذا ما بدك تحفظ قانون بامكانك تضربها في نفسها كم مرة ثلاث مرات لكن في قانونين صغار بسهلوا علينا كثير ايش هم وكيف نتعامل معهم الان القانونين هاي هم مكتوبين عندك هون بالرموز تمام انا بدي اتطبق لك عليهم بس لاحظ عشان يجي نتعامل معا الاول تربيع نفس الاشارة هون نفس الاشارة اثنين في الاول في الثاني هاي دائما موجب الثاني تربيع حاب تكتبه بالكلمات اكتبه الاول تربيع نفس الاشارة اثنين في الاول في الثاني دائما زائد الثاني تربيع حاب تكتبه انت عشان تحفظ وكتبه منيجي للتكعيب كمان شوي خلينا نطبق على هاي عشان نيجي نشتغل عليها الاول تربيع اربع اكس تربيع وبعت الاول كامل نفس الاشارة اثنين في الاول في الثاني اثنين في اثنين اكس اربع اكس في الثلاثة اتناعش اكس دائما موجب ثلاثة تربيع كام تسعة هيك انت طلعت الجواب حسنا سي القانون حط هذا وضرب في نفسه نفس الاشي هون الاول تربيع نفس الاشارة اثنين في الاول في الثاني دائما موجب الثاني تربيع هذا قانون مفكوك المربع الكامل هلا بنا نشوف المكعب الكامل كيف نجي نستغيل عليه المكعب الكامل طلع بالله عليك هذا القانون تبع معي كيف اطبخ عليه هون استاذ اذا كان مفكوك مكعب كامل زائد بتحط ثلاث زوائد شو بتحط ثلاث زوائد طب استاذ افرض ناقص بحط ناقص زائد ناقص حسب الاشارة اذا زائد بحط ثلاث زوائد اذا ناقص بحط ناقص زائد ناقص الاول تكعيب الاول تكعيب ثلاثة في الاول في الثاني كمان مرة ثلاثة في الاول في الثاني الثاني تكعيب الثاني تكعيب بهذا الشكل برجع بحط تربيع على الأول تربيع على الثاني تربيع على الأول تربيع على الثاني فبتصفي إكس تكعيب زائد أو ناقص 6 إكس تربيع 2 تربيع 4 في 3 12 إكس زائد ناقص ثماني هذا مفكوك المكعب مين الكامل والمربع الكامل ما بدك تحفظهم لك حرية الاختيار لكن أنا بشوفهم بسهلوا عليك لما نستخدمهم بهذا الشكل بقدر أحكي لكم الله يعطيكم ألف ألف عافية هاي كانت حصتنا الرابعة في التأسيس يفترض أنك تتمكن منهم قبل أنك تنتقل للحصة الخامسة الحصة الخامسة رح تحكي عن حل المعادلات حل المعادلات بالدرجة الأولى يعتمد على التحليل إلى العوامل فبدك تركزي عليه وتنتبهي عليهم تدرسي حصة اليوم بعدها إيش أستاذي كيف أدرس حصة اليوم حكيت لك وعطيتك أنا قبل هيك أنه والله كيف بدك تعامل مع مادة الرياضيات بدك تدرس وفي عندك فيديو أصلا نازل على البطاقة أنه كيف أدرس مادة مين الرياضيات على جميع الأحوال أنا الأصلي الآن أمسك هاي الأسئلة نفسها أرجع أعيد حلها الآن إحنا لو دام عنا كمش كبيرة من الواجبات بصير كل حصة عليها واجب لكن في الأساسيات هاي كانك تحل نفس الأسئلة الله يعطيكم ألف ألف عافية ودمتم في حفظ الله ورعاية ترجمة نانسي قنقر